كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان أيها الأحباب الكرام مناسبة أخرى تنتظرنا أيضا في هذه الأيام المباركة وهي عبادة زكاة الفطر أو صدقة الفطر هذه أيضا عبادة طيبة مباركة أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نؤديها قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى قالوا هذه المقصود بها زكاة الفطري وذكر اسم ربه فصلى يعني يصلي صلاة العيد لما يأتي فجر شهر شوال وفي الصباح الباكر عند الضحى يصلي المؤمنون صلاة العيد في المصلى نخرج الزكاة أولا ثم نصلي بعد ذلك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هذه الزكاة هي فرضها الله تعالى لأن لها علاقة بالجانب الاجتماعي فالإسلام هو يهدف إلى التكافل بين المسلمين ليشعر المسلم بأخيه المسلم الغني يشعر بالفقير ويكرمه ويوسع عليه هذه الزكاة فرضت لما فرض الصيام الصيام فرض في السنة الثانية للهجرة ولما انقضى رمضان فرض الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر وقد جعلها ربنا سبحانه وتعالى طهرة للصائم وكفارة مما قد يقع فيه من اللغو والرفت وأيضا توسعة على المساكين فقد قال سيدنا عبد الله بن عباس في الحديث الشهير فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفت وطعمة للمساكين فهذه الزكاة فيها خير وبركة عظيم لأن المؤمن خلال رمضان قد يقع له بعض الإختلالات أو الهنات أو السيئات فربنا يغفر له كل ما مضى من بنوب وسيئات بزكاة الفطر ثم إن أعماله التي قام بها من قيام وتلاوة قرآن وقيام ليل وأعمال صالحة تبقى معلقة بين السماء والأرض حتى ينفق زكاة الفطر وأيضاً السبب الأساسي التي من أجله شرع ربنا زكاة الفطر هو هدف اجتماعي إنساني لتسد خلة الفقراء وتشعرهم بالسعادة يوم العيد وتغنيهم عن الطواف والسؤال وطلب المساعدة سيدنا النبي قال أغنوهم عن الطواف هذا اليوم أغنوهم عن الطواف هذا اليوم وكان الصحابة رضي الله عنهم يعطون للفقراء والمساكين حتى يعطون للرهبان ولليهود إذا كانوا فقراء في البلد المسلم هذه الزكاة زكاة الفطر تمتاز عن غيرها من الزكوات هي على الأشخاص لا على الأموال هذه لا يدفع فقط الأغنية حتى الفقراء يدفعونها الفقير يعطيها لمن هو أفقر منه وهذه الزكاة هي مشروطة على الجميع على الكبير والصغير والذكر والأنت والحر والعبد يخرجها رب البيت على نسائه وبناته وأولاده ووالديه الفقيرين وإذا كان عنده خادم في البيت يخرج عنه وإذا كان هناك ضيف حل عنده رمضان أو جل رمضان يخرج عنه فكلها هذه تخرج على الجميع أما الحمل إذا كان في بطن الأم لا يخرج عنه إلا إذا استهل بالصياح تلك الليلة هذه الزكاة هي فرضها الله سبحانه وتعالى أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فالإنسان له أن يخرجها ليلة العيد وله أن يخرجها قبل العيد بيومين أو ثلاث أيام لكي يحصل منها المنفعة أما إذا أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وليست زكاة من الزكوات هذه المقدار الواجب في زكاة الفطر هي هو الصاع النبوي ما هو الصاع النبوي؟ هو أربعة أمداد يعني ملء الكف المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين هذا أربعة دل الأمدد هو الصاع النبوي وبالميزان في عصرنا هذا هو كيلو غرامين ونصف من الدقيق كيلو غرامين ونصف من الدقيق وهي تخرج من غالب قوة أهل اليوم تخرج من حسب المواد المتوفرة إما قمحاً وإما شعيراً وإما زبيباً وإما أرزاً حسب المتوفر لكن يقال هل يمكن أن نخرجها نقداً؟ طبعاً اختلاف هو قديم جداً بين العلماء هل تخرجوا نقدم أن تخرجوا قمحاً وشعيراً؟ الفقه التقليدي المتمسك بحرفية النصوص يقول يجب إخراجها شعيراً وقمحاً وأرزاً حسب غالب قوة أهل اليوم قالوا لأن النبي الكريم أخرجها هكذا والصحابة أخرجوا هكذا ونحن علينا أن نتمسك بظاهر العمل لكن الفقه المقاصدي لأن الفقه نوعين هناك الفقه التقليدي والفقه المقاصدي يبحث في العلل وفي المصالح ويعتقد بأن الأحكام الشرعية مرتبطة بالمصلحة الراجحة فقالوا بأن الأفضل أن تخرج نقداً لأن في أهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بالمواد الأطعمة هي لكت المتوفرة والنقد كان قليل وكان الإنسان محتاج إلى الطعام أما فيما بعد فتغيرت الظروف فصار المال موجود والطعام موجود والأنفع للفقير هو أن تعطيه مال لماذا؟ لأن إذا أعطيته أنا شعير أو قمح والآخر أيضاً شعير أو قمح والآخر والآخر سيتجمع عنده كمية هائلة من القمح والشعير وهذا الفقير هو يحتاج إلى خضروات وفواكه ولحوم وتياب وثمن للنقل وثمن لفاتورة الماء والكهرباء والدواء والتمدرس يحتاج إلى نقد فلو أعطيناه نقداً سينتفع به أكثر ويشتري به ما يريد أما إذا أعطيناه قمحاً على قمح على قمح ماذا يفعل به؟ سيضطر أن يعيد بيعه لصاحب القمح بأقل ثمن ويأخذ ذلك ويضيع وهنا المصلحة غير راجحة فالإسلام مرتبط بالمصالح القدر الذي اتفق العلماء عليه في بلادنا هذه وفي هذا العام كما هي الفتوى في المجلس العلمي الأعلى ببلادنا قالوا بأن المبلغ المحدد مقداره لزكاة الفطر نقداً هو عشرون درهماً عشرون درهم أربعمائة ريال فهذا هو أقله ومن أراد أن يزيد أكثر فله ذلك من أراد أن يزيد أكثر يعطي خمسين درهم أو مئة درهم أو أكثر فله ذلك ومشروعية هذا قوله تعالى فمن تطوع خيراً فهو خير له فمن تطوع خيراً فهو خير له فهذه النسبة إما نجمعها نعطيها لفقير واحد أو نقسمها على فقراء متعددين بالنسبة لأحبابنا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج يخرجونها في محل إقامتهم لكن يعترض سبيلهم أن أحبابنا في الديار الغنية في أوروبا وأمريكا وكندا وغيرهم لا يجدون فقراء تلك البلاد عندها حماية اجتماعية مرتفعة فلا تكاد تجد فقير لا مسلم ولا يهودي ولا نصر عني يعني ناسة عادة في البلاد الغربية عندهم اهتمام ومراعاة لحقوق الإنسان والدخل الفرضي فالكل ليس مسكين لكن في بلادنا وباقي الدول الإسلامية نحن في طريق النمو ونحتاج للمساعدة لبعض فقرائنا فيمكن للإنسان اللي هو مقيم خارج أرض الوطن يجمع دقل بركة ويبعث بها إلى أرض المغرب ويعطيها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين إما يبعثها إلى دار الأيتام أو إلى دار العجزة أو إلى دار اللي فيها ذوي الاحتياجات الخاصة أو إلى إحدى الجمعيات أو إلى إحدى فقه المساجد الثقة الذي سوف يصرفه على ساكنة المنطقة الفقراء أو إلى إحدى المستشفيات حناك المرضى أو حسب رأيه أو يكلف بها أحد أفراد أسرته الثقة ويكلف بإعطال الفقراء سيكون الأجر والثواب هذه في مصلحة أيضا لأن الجانب الفقه المعاملتي في المصلحة ما يتعلق بالعبادات هو تعبدي لا اجتهاد فيه أما ما يتعلق بالمعاملات فهو يبقى معلل بالحكمة والمصلحة فأصله تابت لكن الوسيلة متغيرة نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام رمضان وقيام ليليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام ويوفقنا لإدراك ليلة القدر اللهم اجعلنا ندرك ليلة القدر اللهم اكتب لنا فيها أوفر النصيب واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا وأقاربنا من النار واعتق رقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاحفو عنا اللهم يا رب نعود بك من سخطك ومن عقوبتك اللهم يربش في مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغنف قراءنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اهدنا سواء السبيل اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتقبل منا رمضان واجعلنا ندرك ليلة الفقر وأفض علينا بالفرحة والسرور وأطل لنا العمر حتى ندرك رمضانات متعددات فضلا منك وإكراما واصلح الأولاد واصلح البنات واصلح الزوجات والأزواج والإخوة والأخوات اللهم انزع من قلوبنا حفظ الشيطان واملأه بمحبة الرحمن ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار قولوا معنا جميعا آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 شكرا